السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناة أخبار الوظيفة مرحبا بكم إذن دائما لمواكبتنا لأي مستجد فيما يخص مباراة الدرك الملكي برسم سنة 2023 في هذا الفيديو إن شاء الله سنتحدث لكم برواحة الخبر عاجل وهو بداية إرسال الاستدعاءات إلى المترشحين المقبولين في اختبارات الدرك الملكي برسم سنة 2023 وذلك من أجل الالتحاق بـ 16 هل نشرح لكم العديد من النقاط وكذلك بالاستدعاءات التي توصل بها أحد المترشحين ثم هل نحاول نشرح لكم هذه الوثائق المطلوبة إذن كما تلاحظون في هذه الصورة التي أمامكم فكما قلت لكم بشكل رسمي انطلقت يوم الجمعة بتاريخ الثامن عشر من شهر غشت بداية إرسال الاستدعاءات إلى المترشحين المقبولين في اختبارات الدرك الملكي هذا هو نموذج من الاستدعاء لأحد المترشحين سنحاول نقرأه يعني مكتوفة للإستدعاء بعد اجتيازكم بنجاح لمراحل انخراط في صفوف الدرك الملكي ألمرج منكم الحضور إلى المدرسة الملكية للدرك الملكي شارع المقاومة شطر تمانياء تمانصورت مراكش بالنسبة للإلتحاء سيكون هذا المترشح عنده يوم الثاني من شهر شتنبر بمعنى ضروري خصوح الدار الوثائق التالية كما تلاحظون يرجى الحضور يوم الثاني من شهر شتنبر على الساعة الثانية بعد الزوال مرفقين بهذا الاستدعاء إضافة إلى بطاقة التاريف الوطنية بالنسبة للوازم المرفقة بهذا الاستدعاء على الشكل التالي أولا طلب خط الانخراط في صفوف الدرك الملكي ثم شهادة الباكالوريا الأصلية إضافة إلى أربع نسخ من شهادة الباكالوريا مسادقة لها يعني أتخذ معك شهادة الأصلية الباكالوريا ثم أربع نسخ أخرى مسادقة لها بمعنى إيجاليزي إضافة إلى أربع صور فوتوغرافية حادثة بالألوان ثماني نسخ من عقد الازدياد باللغة العربية والفرنسية تتضمن معلومات الجنس والجنسية مسلمة من طرف مكتب الحالة المدنية لمكان مسقط الرأس يعني هذا عقد الازدياد أجيبهم جماعة إضافة إلى ست صور شمسية لبطاقة التاريف الوطنية مسادقة عليها بمعنى ضروري خاصكم تخدمكم استنساء بطاقة الوطنية إيجاليزي ثم نسخة كاملة من رسم الولادة كذلك من الجامعة ثم ملخص من السجل العدلي بالنسبة للسجل العدلي كتجيبهم المحكمة إضافة إلى بطاقة السوابق العدلية أليم كوميسارية ثم شهادة الإقامة مسلمة من طرف الشرطة أو الدرك الملكي إضافة إلى تصريح بالشرف للعزوبة مسلمة من طرف رئيس الجماعة الحضرية أو القروية يحمل نفس عنوان شهادة الإقامة كما لاحظت فهذه هي الوثائق المطلوبة في الملف الإداري الخاص بكم من أجل الحضور في التاريخ المذكور مباراة الدرك الملكي برسم سنة الفاني وثلاثة وعشره فنوعة الملاحظة يجب أن لا يتعدى تاريخ تسليم الوثائق المشار إليها أعلى ثلاث أشهر وأن تكون مطابقة بشكل قطعي لما هو مدوم في النسخة الكاملة من سجل الرسم الولادة لجميع المعلومات الاسم العائلي والشخصي تاريخ ومكان لازدياد اسم الآب والأم إلى آخره وهنا سيتم القبول النهائي في صفوف الدرك الملكي بعد التأكد من الوثائق المقدمة يعني ضرورة يتأكدون من الوثائق المقدمة إذن كما قلنا لكم بالنسبة للإستدعاءات راح انطلقات البارحة في مراحلها الأولى بمعنى تكون لشكل أفواج لأن الاستدعاءات التي توصل بها ضرورة تكون هذه المترشحين لدوزوء في الأول أما الدفعاء الأخيرة يعني المزار رابك يجتزوء الاختبارات أهم حاجة هو مراقبات الإيميل لأنه في أي لحظة قدرت توصله كونفوكاستو من أجل الالتحاق وإن شاء الله فورما يتوصل المترشحين آخرين كذلك بالاستدعاء من أجل الالتحاق ونفس الأمر في حالة ما استمرت عملة إرسال استدعاءات إلى المترشحين أجل اجتياز الاختبارات كذلك قد نوفقكم بها عبر قعنة أخبار الوظيفة قبل الختم كنتمنى الفيديونات أعجابكم وما تستطيع الدعم الاشتراك وقوموا بتفعيل زر الجرس ليس لكم أي جديد أبو التوفيق والسلام